الشمس تصل زروتها قريبا وستحرق الأقمار الصناعية وتتسبب في قطع الإرسال بحلول نهاية هذا العام وهذا التحذير من خبراء بجامعة كوليج في لندن من أن النشاط الشمسي قد يصل إلى زروته قبل عامين من الموعد المتوقع له في عام 2025 وسيكون أيضا أعلى من المتوقع وهذا التحذير أتى من قبل العلماء لسلوك الشمس حيث وجدوا أن مجالها المغناطيسي بدأ ضعيفا وهذا الأمر يمثل خطورة شديدة على كوكب الأرض أن المجال المغناطيسي للشمس يؤدي عادة وظيفة الدرع الذي يقيد الإشعاع الشمسي ويقلل من خطر حدوث الظواهر الضارة على الأرض وفي حال الضعف المجال المغناطيسي للشمس قد يحدث زواهر مسيرة للإهتمام فيها زهور بقع سوداء على سطح الشمس وتوقع العلماء أن يصل عدد هذه البقع السوداء إلى 115 بقع في عام 2025 ولكن المفاجأة لوصول عدد البقع في الوقت الحالي هو أكثر من 170 بقع شمسية في يناير الماضي من عام 2023 ولذلك يراكب العلماء عدد هذه البقع الشمسية التي مكنتهم من تتبع الدورة الشمسية وتقدمها نحو زروة النشاط الذي سيؤثر على كوكب الأرض ترجمة نانسي قنقر